اشتركوا في القناة المادة الاولى يستبدل بتعريف الهيئة الواردة في المادة واحد وبنصوص المواد ثمانية فقر جيم واحد عشر فقر اولى واثنى عشر واربعة عشر وثمانية عشر فقر اولى وتسعة عشر من المرسوم بقانون رقم ثمانية وسبعين لسنة الفين وستة بشأن التامين ضد التعطل النصوص الاتية مادة واحد تعريف الهيئة ثلاثة الهيئة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مادة ثمانية فقر جيم جيم اذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب تعين تحويل هذا الفائض الى حساب الاحتياطي العام للحساب ولا يجوز التصرف فيه الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة لاي من الاغراض الاتية زيادة الحد الادنى والحد الاقصى للتعويض والاعانة او اي من ذلك في ضوء مؤشر اشعار المستهلك تمويل برنامج التقاعد الاختياري ولمرة واحدة فقط مع مراعاة المادة ثمانية فقرها المادة احد عشر الفقر الاولى تنص يصرف التعويض شهريا بواقع ستين في المئة من اجر المؤمن عليه على اساس معدل اجره الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابق على تعطله وبما لا يجاوز مبلغ الف دينار مادة اثنى عشر الحد الادنى للتعويض يجب ان لا يقل الحد الادنى للتعويض عن مئتي دينار شهريا او معدل اجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابق على تعطله ايهما اقل المادة الرابعة عشر المادة القصوى لصرف التعويض الف مع مراعاة احكام الفقر با من هذه المادة تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة اشهر متصلة او متقطع عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من هذا القانون با في جميع الاحوال تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة اشهر خلال كل اربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ اول صرف يتم خلال هذه المدة المادة الثامنة عشر الفقر الاولى تكون الاعانة للمتعطلين من ذو المؤهلات الجامعية بواقع مئتي دينار شهريا وبواقع مائة وخمسين دينار شهريا للمتعطلين من غير هؤلاء المادة التاسعة عشر المدة القصوى لصرف الاعانة المدة القصوى لصرف الاعانة تسعة اشهر خلال مدة اثني عشر شهرا متصلة وفي حال تقديم المستفيد مطالبة باعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة اثني عشر شهرا تصرف له خلالها الاعانة لمدة اقصاها تسعة اشهر المادة الثانية تستبدل كل الهيئة بعبارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد الواردة بنص المادة التاسع والعشرين من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2016 بشأن التأمين ضد التعطل المادة الثالثة تحذف عبارة اولد الهيئة العامة لصندوق التقاعد من تعريف كلمة الاجر الواردة في المادة واحد من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2016 بشأن التأمين ضد التعطل وعبارة والهيئة العامة لصندوق التقاعد الواردة بنص المادة السابع والثلاثين من ذات القانون ترجمة نانسي قنقر